متابعيه الكرام على قناة المتعدة على يوتيوب قلم وفرشاة وصنار اهلا بيكم النهاردة هنقدم حلقة عن مخاطر غسيل السجاد في المنزل زي ما انتم شايفين كده السقف اللي قدامنا ده بالمنظر ده بسبب غسيل السجاد في المنزل ايه اللي بيحصل حضرتك الارضية عند الساكن اللي فوق بلاط فبيرمي كميات مية كبيرة عشان يغسل السجاد بيها بيبدأ البلاط يشرب المية المية بتتخلى للمسام نزلت على السقف عملت المنزل اللي انت شوفته بنعالجه ازاي زي ما انت شايف كده اشارنا كل الضعيف اللي كان موجود في السقف والسقف ده للأسف كان معمول بمعجون بلدي اشارنا اللي احنا شوفنا ده كله نزل طبعا مش عايز اقول لكم كميات رهيبة كل الضعيف نزلناه تخلصنا منه عشان نبدأ نعالج السقف على نضيف زي ما بنقول بعد ما اشارنا السقف خالص كده هنبدأ ندهن السقف بسيلر حراري من شركة جي ل سي وطبعا اي سيلر حراري بتاع اي شركة ينفع السيلر الحراري ده يا جماعة اختراع حقيقي اختراع بيعمل السيلر الحراري بيتخلى للمسام بتاع الجبس اللي هو المصيص لان طبعا اتقتلت ضعفت ما بقاش في قوة تماسك المية بوزته عشان لما نيجي نسحب عليه معجون ولا يفرول ولا ينزل ولا يعمل لنا مشاكل بعد ما هندهن بالسيلر الحراري ده هنسيبه لتاني يوم هيبقى عامل زي الازاز هنبدأ نسحب عليه سكينة معجون وطبعا مش معجون جاهز لا ده معجون بتاع جبس ممتاز الجبس الممتاز في ميزة ان هو بيملى بيعمل لطبقه كبيرة ما بيفلقش بعد كده ولا بيخس سحبنا السكينة الاولى الراجل ده يا جماعة اللي احنا شايفينه في الصورة عنده 68 سنة ربنا يديله الصحة والبركة في العمر ومشاء الله عليه قمة في الالتزام في الموعيد والادب والاخلاق وتحطه في اي شغل تبقى متطمن سحبنا السكينة الاولى وزي ما احنا شايفين بنسحب مع سكينتين فيهم واحدة 25 سنتي عشان يقدر يزبط المسافات واسعة طبعا زي ما احنا شايفين بعد ما هنسحب السكينة الاولى ده بالجبس الممتاز هنبدأ نسحب سكينة تانية طبعا لونناها عشان نعرف نشتغل فرق درجة اللون لونين بلون ازرق كده كل اللي انت شايفهم بقى ده ده الغاطس اللي كان موجود في السقف والحيطة اللي انت شفتها وعدت عليك دي دي كان فيه تسريب مياه من الجار الحمام بتاعه لازق فيهم صلحناها معانا بعد كده خدت وش بلاستيك تلاتين تلاتين وبنبدأ نديها بقى ايه سكينة كمان وشايفين السكينة عريضة ازاي 25 سنتي ده معجون دايتون ما اقدرش حط معجون شديد على ضعيف يعني ما تقوليش هاسحب اكريلك لا الاكريلك شديد على الجبس الممتاز سحب السكينة الاولانية زي ما احنا شايفين كده ربنا يديك الصحة معبودة يا رب هيخلص السكينة الاولى عملنا سكينة تانية شايفين بيفرد على قد ما يقدر مسيب ايديه ومنيمها عشان يملى زي ما احنا شايفين كده بعد ما هيخلص السكينة التانية دي طبعا هنصنفر السقف صنفرها 150 نعمة كده وبعد ما نصنفر هنبدأ نشطب في السقف ما شاء الله عليك يا عم عبودة طبعا يا جماعة انا مش بشتغل الشغل ده عندي ربنا يديكوا الصحة والعافية عندي مشاكل في الفقرات العنقية وطبعا شغال على سلم ما اقدرش اقف الوقفة دي بتعب جدا 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 بتأثر على العصب بتاع الدرعب عندي بيعمل لي مشاكل ربنا يعافينا ويعافيكم خلص كده عم عبودة بدأت اشطب انا اللي كنت بشطب السقف طبعا برضو بالبلاستيك التلاتين تلاتين بنديله الوش الاولاني بيكون سلس الى حد ما يعني ما يبقاش شحم زي ما احنا شايفين كده بنرول ونمس برمي وبفرد وبمس رايح جاي رايح جاي بعد ما هخلص الوش الاولاني سيبتو ينشف فقال تاني يوم افضل حاجة يا جماعة وانت بتشطب سقف ما تديش وشين ورا بعد صد رد وخاصة الجو لما يكون ايه شتا البلاستيك فيه فرق ما بين زمن الجفاف وزمن التصلب زمن الجفاف اللي هو نشف عفوا وزمن التصلب ان هو بلغة الصنع هنقول ايه عظم سيبتو لتاني يوم تاني يوم بديله الوش التاني زي ما احنا شايفين كده وهوري لك خليك معايا الاخر الفيديو هوري لك شكل السقف بقى عامل ازاي طبعا شتان الفرق بين منظره الاول وبعد ما خلص وتشطب وطبعا احنا بنحسن فيه على قد ما نقدر لان مش هنحسنه بنسبة مية في المية استحالة بص بقى منظره بقى عامل ازاي